أطفال الحلوين دول كانوا طالعين رحلة مدرسية لحديقة الحيوان وكانوا مستمتعين جداً بالقرود الحلوة اللي شايفينها كانت بتعمل لهم حركات مضحكة بتضحكهم قوي لكن الجو ألف فجأة والدنيا بقت بتمطر وعدوا على خيمة التعلب وكان لذيذ خالص وقعد يلعب معاهم وكمان يقول لهم ادخلوا الخيمة استخبوا فيها شوية من المطر يا أولاد يا حلوين وبعدين قال لهم ايه رأيكم يا أطفال اخذ الشوزات بتاعتكم دي مليانة طين والمطر بهدلتها انا هخسلها وهرجعها لكم نظيفة وجميلة بعد ما فكروا شوية ادولوا فعلاً الشوزات كلها بتاعتهم عشان يخسلها سليم قال له ليه يا تعلب عايز تدخل الخيمة ما تخسل الشوزات بتاعتنا هنا قدامنا التعلب قال له يا سليم انا لو هخسل دلوقتي كل الأحزية دي في المطر هترجع تتبل وتبقى مش نظيفة تاني اقتنع سليم والأطفال اللي معاه وسابوا فعلاً التعلب يدخل الخيمة يخسل لهم الشوزات بتاعتهم وقعدوا يستنوا الشوزات بتاعتهم عالما تتغسل ومرت ساعة ورا ساعة ورا ساعة والتعلب ما ظهرش أبداً هنا بدأت الأطفال تقلقوا تخاف قوي ازاي هيروحوا من جيل الشوزات بتاعتهم في منهم اللي كان خايف من مامته انها هتعاقبوا على ضياع الشوزات دي لما يروحهم بدأوا يفكروا وفيه طفل منهم قال انا عندي فكرة ايه رأيكم نروح لرجال الامن بتاع الحديقة الحيوان وهم هيتصرفوا وفعلاً راحوا وقال لهم على اللي حصل وبدأ رجال الامن يدوروا على التعلب لقوا تعلب شايل صندوق ولكن ما كانش باين عليه الخوف كان ماشي بالراحة خالص لكن شايفوا شو زواقة منه هنا عرفوا ان هو اللي اخد شوزات الأطفال وبدأوا يتردوه وفعلاً قدروا يمسكوه وبعد كده حطوه في قفص التعلب كان زعلان قوي ان خطته فشلت لانه كان نفسه يجيب بيت جديد جير اللي في حديقة الحيوان ويهرب منها راحوا الأطفال شكروا رجال الامن على مجهودهم معيهم انهم مبسوطين جداً ان هم هيروحوا بالشوزات بتاعتهم بقعدوش تاني ابداً هيأمنوا للتعلب المكار هنا تكون انتهت حدوتاتنا حبيبي الحلوين اعملوا اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد